اشتركوا في القناة لكن أشهر هذه الكائنات وأكثرها تعداداً هي الأسماك بمختلف فصائلها وأنواعها حيث تنقسم لأكثر من 30 ألف نوع تجد هذه المخلوقات الغذاء والأكسجين اللازم لعملية التنفس تحت الماء تتنفس الأسماك عن طريق ما تسمى بالخياشيم وهي على عكس الثديات التي تتنفس من خلال الرئتين مثل الحوت على سبيل المثال لا الحصر حيث تعمل هذه الخياشيم كعمل الرئتين حيث تعمل على تبادل الغازات بأخذ الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون حيث تحتوي هذه الخياشيم على أوعية دموية صغيرة تسمح بتبادل الغازات ولكن عند التدقيق في طريقة تنفس الأسماك تحت الماء بواسطة الخياشيم نجد أنها أكثر تعقيداً حيث أن نسبة الأكسجين في الهواء أعلى بكثير من نسبة تواجده في الماء ما يعني أن الأسماك بحاجة لبذل جزء كبير من طاقتها للحصول على الأكسجين الكافي لبقائها على قيد الحياة بداية يدخل الماء عبر فم السماكة ثم ينتقل إلى الأقواس الخيشومية فيتم فلترة الماء من المواد الغريبة بواسطة النتوءات الغضروفية داخل الخياشيم قبل أن تقوم الأوعية الدموية الموجودة داخل الخياشيم بامتصاص الأكسجين وتوزيعه على أجزاء الجسم وبعد ذلك يخرج الماء من الجانب الآخر عبر الخياشيم ولكن على الجانب الآخر فإن بعض الأسماك والمخلوقات البحرية التي تتنفس من خلال الهواء عبر الرئتين تحتاج للصعود لسطح الماء حتى تتنفس وتحصل على الأكسجين اللازم لحياتها وفي حال فشلها في الصعود لسطح الماء فإنها قد تغرق وتموت